اتهم وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كاليبا حلف شمال الأطلسي ناتو بعدم فعل أي شيء في مواجهة الغزو الروسي لبلاده وأشهد من ناحية أخرى بقرارات للتحاد الأوروبي وفي كلمة له خلال مشاركته في منتدى دافوس أشار كاليبا إلى ضرورة فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الدعم العسكري والإنساني إلى أوكرانيا لا فتن إلى أنك في حاجة إلى المزيد من الأسلحة الدفاعية ولدينا عجز في راجمات الصواريخ ومؤكدا في الوقت نفسه على رفض بلاده المفاوضة مع روسيا في ظل استمرار المعارك في دونباس